أكبر غلطة بنقع فيها وإحنا بنمر بمشكلة كبيرة إن إحنا بنركز على آخر جزء في المشكلة بننسى نجيب الموضوع من بدايته من أوله كده عشان نحاول نفهم هو ليه حصل كل ده أصلي طب حصل إزاي؟ طب إيه بدايله؟ وده اللي لاحظته في قصتك يا فرحة تصرعك أنت وأهلك كل اللي وصلتوا لي ده بسبب التصرع اللي حصل النهاردة ده كل اللي حصل لك حصل لما عملت إيه وفقتي تتجوزي واحد أكبر منك في عشرين سنة وده فرق سهل؟ ينجح أي جواز؟ أو يخليه يستمر؟ طب إزاي؟ ما عرفتش منك بقى هل في فرق كمان في المستوى الاجتماعي أو في الشهادة أو في مستوى التعليم؟ ما قلتيش وفقته إن كل حاجة تحصل بسرعة خطوبة كتب كتاب يلا نتجوز في ثلاث شهور في حاجة اسمها كده؟ لو حد جاي ياخد منك فلوس سلف هتسألي عليه ألف مرة عشان تعرفي تبقي ضمنة أن فلوسك هترجع أو عايز يستلف ليه؟ ما بالك بقى حد جاي ياخدك أنت أو الكلام لباباكي أو الممتك جاي ياخد بنتك حتة منك إزاي أهلك وفقه؟ كل حاجة تبقى بالسرعة دي من غير ما يسأله مرة واثنين وثلاثة لحد ما تطمنه؟ طب اكتشفنا وقت كتب الكتاب إن جوز الكتاب مش مطلق مراته زي ما قال والناهي اللي خلعته واكتشفنا إن عنده بنتين طب نسق في واحد إزاي؟ بعد كده؟ هنبدأ حياتنا معه وكتب كده؟ طب هنأمن إزاي اللي احنا نكمل؟ هنروح بيته هنعيش معاه؟ لحنا لسه على البر؟ كان فيه فرصة نحن نلحق نفسنا ونرجع؟ لا، مصرفش على بناتو اللي اتنين وصيب براتو من الأول وهي اللي خلعتو؟ مشكلة واضحة واضحة من الأول، باينه ومعدنه إيه؟ كان ناقص إيه تاني عشان ترجعي؟ طب اتجوزنا؟ إزاي رتحتي الشخص بيوقع بينك ومن أهلك؟ إزاي؟ لما اكتشفته في المستشفى إنه ده مش فيتامينز اللي هو كان بيديه لك ثلاث حبوب إجهاض؟ ما عملتوش محضر أو إثبات حالة، فيه تصرفات كتيرة غلط، غلط قوي حصلت، هي اللي خليت جوزك النهاردة حتتكو في الموقف ده، مواضح كويس قوي، إنه شخص مش سهل، عشان كده قريبكم بقى اللي ورطتك في الجوازة دي وقعد يقول فيها إيه؟ لازم يعرف كل اللي بيحصل، تجيبوا ناس كبار من أهل البلد ليهم كلمة تتعمل قعدة عرفية زي ما بيقولوا، ناس لها كلمتها، ناس لها وضعها في البلد، ولو ما فيش أي حلول ودية ممكنة، يبقى ما فيش حل للقانون، سمعتي معايا نصيح دكتور رادو في الفقرة اللي فاتت، وسمعتي كمان كلام المحامي عشان تعرفي القانون هيعملك إيه؟ فكري كويس، وعرفي إزاي تجيبي حقك، خلاص غلطنا، نلحق نلم بقى، هاستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها، عملت إيه؟ هاستنى من كل اللي اتفرجوا علينا، سمعوا قصة فرح، على فكرة بنفرح بكل كومنت بلاعيتكو، بكل حاجة بتشاركونا بيها، وبتقولونا قراءكو، بنحاول نساعد بعض، ونحل، هاستنى منكو كل رسالكم، هنا في قصة حقيقية، بس أهم حاجة، القصة تكون حقيقية، باي باي،